جثة محروقة بالنار تم قصهم بالربجين قبل أن ينسحبوا قبل أن تنسحب جردان للقدافي حوالي 150 نزير نسأل الله أن يتقبلهم بالشهداء انظروا إلى الجماشر انظروا إلى الحالة التي عملها خميش بن القدافي لا شيء يقال عن بشاعة الحروب والنزاعات هنا وهناك بعد هذا المنظر فقد اختصر هذا المشهد بشاعة الحروب كلها في الثالث والعشرين من أغسطس سنة 2011 ارتكب أفراد اللواء الثاني والثلاثين التابع لخميس نجل القذافي جريمة ستظل حاضرة في تاريخ ليبيا تروي بشاعة ووحشية نظام لم يرى ليبيا إلا في القذافي ولا يرى القذافي إلا ليبيا وستروي هذه الجريمة شجاعة وبسالة شعب انتفض على هذا النظام واسترجع بفضل الله أولا وبعزيمة أبنائه ثانيا استرجع اسم ليبيا وهويتها ليعلنها مدوية ليبيا حرة أبيه مئة وخمسون أسيرا كانوا معتقلين لدى اللواء الثاني والثلاثين أغلبهم من المدنيين وبعضهم من العسكريين بل إن بعضهم من أفراد اللواء نفسه ممن رفضوا أن يواجه الشعب الثائر في الشوارع كان هؤلاء على موعد مع يوم دام سجله تاريخ ليبيا حدثا يروي مسيرة شعب ناضل لنيل الحرية عقب دخول الثوار فاتحين منتصرين لعاصمتهم ليبيا وبعد تحرير أغلب أحيائها وصلت إحدى كتائب الثوار لمعسكر اليرموك واستطاعت تحريره من بقايا كتائب القذافي لتكشف اللثام عن الجريمة خمس وأربعون جثة أحرقت في مستودع من الصفيح داخل المعسكر وحسب رواية بعض الناجين من الحادثة فإن أفراد اللواء الثاني والثلاثين قاموا بتصفية بعض العسكريين خارج المعسكر ثم قاموا برماية عشوائية داخل المستودع وإلقاء بعض القنابل اليدوية ثم أضرمت النار في المستودع وانسحبت من المعسكر هيومن رايتس ووتش أكدت أن كتائب القذافي انطلقت في موجة قتل تعسفي وعشوائي انتقاما بسبب دخول الثوار للعاصمة وتحريرها وأمام هذه الروايات عن واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبت في ليبيا يتساءل ذو الشهداء والجرحى ويتساءل الناجون الذين تعرضوا للتعذيب عن مصير سجانيهم وقاتلي أبنائهم وذويهم وما إذا كانت العدالة التي سلموا لها قد أنصفتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر